اشهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم ايده الله باواصر العلاقات الاخوية الراسخة والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الامارات العربية المتحدة وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين مشيدا جلالته بما يشهده التعاون والتنسيق والعمل المشترك الوطيد من تطور وازدهار متواصل في كل المجالات لما فيه الخير والنماء للبلدين الشقيقين واعرب جلالته عن شكره وتقديره لاخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تهانيهما الصادقة وما أبدياه سموهما من مشاعر أخوية طيبة ونبيلة على وسائل التواصل الاجتماعي تجاه جلالته والمملكة وشعبها الكريم في مناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم التي تعبر بصدق عن عمقي ومتانة العلاقات البحرينية الإماراتية وتميزها سائلا جلالته البولة العلي القدير أن يديم على دولة الإمارات عزها ورخاءها ورفعتها وأن يحقق لشعبها العزيز كل الخير والتقدم والازدهار تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله ترجمة نانسي قنقر